اعتنق طيار المكسيكي هوغو جوتيريز الإسلام وذلك في مدينة إزميد في ولاية كجالي شمال غربي تركيا وقرر جوتيريز اعتنق الإسلام بعد تعلمه مبادئه وكذلك التعرف على عاداته وتقاليده ورغبته بالزواج من فتاة مسلمة التقى بها في العاصمة الكويتية في وقت سابق قيمة بهذه المناسبة مراسم دخول جوتيريز الإسلام في دار الإفتاء في مدينة إزميد بحضور مفتي مدينة إزميد محمد رشاد شفالي ودع المفتي جوتيريز لنتقش هذا التوحيد علنية وإعلان دخوله الإسلام في كلمة له قال المفتي إن الإسلام يجب ما قبله وبدخولك الإسلام أصبحت أخا لنا وعقب انتهاء المراسم أهدى مفتي الولاية لجوتيريز نسخة من القرآن الكريم وكتاب قصص الأنبياء مترجم للغة الإسبانية